خلينا معنا النهاردة واحد من مش عايزة أقول أفضل بس لكنه من أهم كمان دربين في أفريقيا في الوقت الحالي صاحب ضربة أعتقد لن تنسى في تاريخ كود ديفور هو أمرس فيه طبعا الموديل الفني الحالي لمنتخب كود ديفور وهو اللي قاد الأفيال في ظروف صعبة جدا وقاسية جدا ونجح في صناعة التحول قدر يوصل به من بوابة الخروج من البطولة لبوابة ومنصة التتويق بالبطولة ده هو حال منتخب كود ديفور في النسخة الأخيرة من البطولة قم أفريقيا سيناريو أشبه بسيناريو لو حبيت أشبه أو أقارن سيناريو أشبه بسيناريو بقى اللي فيركوزين كده مع تشابي ألونسو من قمة السوق في المستوى والضعف وقلة الحيلة لقدرة رهيبة جدا على التطور السريع وقلب الأدوار والمنافسة والفوز والتتويق بالبطولة ده على المستوى الأوروبي مرئيس فيه في ظروف مشابهة وإن كانت يمكن أصعب من حس التوقيت قدر يحقق النجاح ده مع منتخب كود ديفور ويحقق اللقب الغالي جدا في نسخة الأخيرة من أمم أفريقيا هو دفنا طبعا برحب به وبشكره طبعا على ظهوره معنا في السادسة وعلى مشاركته ووقته على شاشة نادي الأهلي أهلا بك معنا كثيرا ومساء الخير للجميع ومبروك لتأهل نادي الأهلي لنهائي أفريقيا يعني خلينا أسألك الأول قبل ما أدخل في مشوارك واللحظات الفريقة اللي عشتها مع منتخب كود ديفور المواجهة بين الأهلي والترجي الغالب لمن من وجهة نظر أمريس فيه هايكون نهائي جميل الفريقين عندهم خبرات كبيرة في المسابقة دي الترجي التونسي بقاله كذا سنة متأهلش للنهائي وطبعا هيواجه فرق عندها عندها خبرات زي الأهلي في النهائيات السابقة هيكون نهائي جيد جدا للفرقتين اللي بيلعبوا كورا شيقة